مسؤولون حكوميون وممثلون عن هيئات أممية وإقليمية ومتخصصون في شتى مجالات المناخ جميعهم التقوا في شرم الشيخ في أول أيام قمة المناخ المؤتمر الذي يحمل عنوان الأضرار والخسائر شهد في يومه الأول تسلم مصر رئاسة المؤتمر وأكد المجتمعون على اتفاق من حيث المبدأ على إدراج ملف التعويضات كإحدى الآليات للدول المتضررة من الإنبعاثات الحرارية هو لا يقترب من التعويضات لا يتحدث عن التعويضات لمسألة على قدر كبير من الحساسية وسببت عدم حدوث أي تقدم فيها هو إقرار بحق هذه الدول في إجراء النقاش حول كيفية تمويل الأضرار والخسائر التي يعانون منها السنوات الماضية شهدت محاولات لتفعيل ملف التمويل المقدر بـ 100 مليار دولار سنويا نحن محتاجين على قل مئة مليار دولار في السنة للتعامل مع عضية تغير المناخ في الوقت الحالي والأسف موصلناش المستوى ده عندنا حوالي 80 مليار فالمؤتمر سيبص في الموضوع ده تاني حاجة موضوع التكيف أنه فيه أثار لتغير المناخ حتى لو عرفنا نقلل الانبعاثات برضو حتكون موجودة عندنا زي ارتفاع مستوى سطح البحر زي الفيضانات والجفاف وتالت حاجة هي تغفيد الانبعاثات اللي هو أصل المشكلة أن نحن نوصل للمستوى ما يزيدش عن 1.5 درجة مئوية ارتفاع في متوسط درجة الحرارة بحلول عام 2100 ولكن تبقى القضايا الخلافية فهناك شبه اتفاق على استحالة الوصول إلى انخفاض الانبعاثات الحرارية بالنسبة درجة ونصف في المئة العلم بيؤكد هذا والتقرير العلمية كلها بتؤكد أن نحن لا نسير على مصار سيحفظنا في هذا بل يؤدي إلى ربما الوصول إلى درجات درجتين ونصف أو ثلاث درجات أو أكتر لو استمرين على هذا المعطر الكثير من ممثلي الدول النامية عبروا عن غضبهم تجاه الاقتصادات المتقدمة التي لا تبالي بالأضرار الموجهة لبلادهم وشعوبهم نشعر أن هناك وعودا كاذبة كثيرة منذ اتفاق باريس وجزيرة هي من أصغر الجزر في العالم ونشعر بأنها تتعرض لأكبر الخسائر بسبب سياسات الدول الصناعية ومن المنتظر أن يحضر قادة العالم لنقاش كافة السبل لوضع تصورات لأزمة تغير المناخ على أن ينتهي المؤتمر يوم الثامن عشر بمجموعة من التوصيات تحول مؤتمر شرم الشيخ إلى مجرد جلسات للحوار يراهن كثيرون على أن تظاهر الوضع البيئي وأضرارها على الإنسان قد تكون دافعا لقادة العالم لاتخاذ المزيد من الإجراءات في محاولة لإنقاذ الأرض وسكانها من أضرار التغير المناخي أحمد عثمان الحدث شرم الشيخ